ترجمة نانسي قنقر منظومة ريادة الأعمال والابتكار بما يساهم بدوره في تعزيز موقع القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي بما يرفض أهداف المسيرة التنموية بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك ضمن لقاء سموه بحضور معالي الشخص سلمان بالخليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدد من المسؤولين برواد الأعمال البحرينيين المبدعين الذين أثبتوا جدارتهم بالفوز في فعاليات جولات ستارت أب بحرين الملصة الرائدة لدعم المشاريع الناشئة في مملكة البحرين بالتعاون مع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة عدد من المسؤولين ومؤثرين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين حيث تضمنت الفعالية عروضا تقديمية من الفائزين لتعريف الحضور بمشاريعهم التجارية المبتكرة التي تم تتويجها بالفوز في النسخ السابقة من ستارت أب بحرين من قبل لجان التحكيم أعرب سموه عن تهنيه للفائزين في جولات ستارت أب بحرين متمنيا لهم دوم التوفيق والنجاح في مشاريعهم ومنوها بما اجتملت عليه المشاريع من أفكار مبتكرة تعكس ما يتسمون به من حب للتحدي والإصرار وتطلع لتحقيق المنجزات الرائدة أوضح سموه أن قطاع ريادة الأعمال يعد من القطاعات الواعدة التي ترفض مختلف القطاعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين لافتا إلى أهمية مواصلة توفير ودعم البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار وضمان استدامتها من خلال الاستثمار الأمثل في الكفاءات والطاقات البحرينية بما يسهم في تعزيز التنافسية وترسيخ مكانة البحرين كمركز لريادة الأعمال في المنطقة كما تم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية بين صندوق العمل تمكين وممتلكات صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين حيث تم التوقيع عليها من قبل سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة وسعادة السيدة مهى عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين تهدف الاتفاقية إلى أطلاق مبادرات جديدة لتقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال وتعزز من فرصهم في تطوير أعمالهم وتسليط الضوء عليها محليا وإقليميا الأمر الذي يسهم بدوره في إثراء المشهد الريادي في المملكة على أن يتضمن هذا التعاون إطلاق مسابقة أفضل ستارت أب للعام والتي يتم من خلالها استضافة المشاريع الفائزة خلال العام الماضي ضمن مبادرة جولات ستارت أب بحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر